في مؤتمر صحفي عقده بموسكو عقب لقائه وزير خارجية إيطاليا قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو تتوقع تحرير مدينة تدمر السورية من سيطرة داعش في أقرب وقت فيما قال نائبه سيرجي ريابكوف أن واشنطن تفهمت موقف موسكو لعدم مناقشة مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد في المفاوضات الجارية في وقت تأخذ قواته اشتباكات عنفة مع مسلح داعش شمال الشرق مدينة تدمر قرب المطار أعلن الجيش السوري إعادة سيطرة على قلعة تدمر الأثرية بعد سنة تقريبا من سيطرة مسلح تنظيم داعش على المدينة الواقعة في ريف حمص وسط البلاد كما أعلن السيطرة على طريق الرابط بين تدمر ودير الزور وكان الجيش السوري وحلفائه سيطروا على مساحة تقدر بأكثر من 100 كم مربع خلال يومين الماضيين مع سيطرتهم على سلسلة جبلية قرب المدينة كما سيطرت القوات السورية على مجمع الفنادق والمطاعم بالإضافة إلى منطقة المزارع قرب المدينة الأثرية وفي هذه الأثناء فاتقروا أن الجيش واصل عملياته التي بدأها ظهر أمس باتجاه المستودعات من الجهة الشمالية الغربية للمدينة وكان مصدر عسكري سوري أكد أن القوات السورية فرضت سيطرتها على تلة السيرتيل قرب قلعة تدمر وبحسب ما نقل التقرير الصحفية فعن عناصر داعش بدأوا بنقل عائلاتهم باتجاه بلد السخنة شمال شرق تدمر وريفة مدينة دير الزور خصوصا عقب تمكن الجيش السوري من اختراق محور مثلث تدمر غرب المدينة وسلاسل الجبال منها سياسيا وفيما يسعى المبعوث الأممي استيفان ديمستورا عقب توزيع مسودة الانتقال السياسي لوفدي الحكومة والمعارضة لتقريب وجهة النظر بين الطرفين أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف أمس أن موسكو واشنطن اتفقت على مواصلة تنسيق جهودهما لتعزيز الهدنة بسوريا وذلك في ختام محادثات أجرها نظيره الأمريكي جون كيري مع القادة الروس وأكد لافاروف أن الأهم في المرحلة الراهنة هو اتفاق موسكو واشنطن على تهيئة الظروف لبدء عملية سياسية ويتلاقي مفاوضات مباشرة في جينيف بين الحكومة السورية والمعارضة بكل أطيافها من جانبه ذكر جون كيري أن هناك تراجع ملحوظة للعنف في سوريا لكنه غير كاف وأضف أنه بحث مع القادة الروس في موسكو جدول أعمال الانتقال السياسي في سوريا مشيرا إلى سعي روسيا والولايات المتحدة إلى وضع دستور سوري جديد واشد ذكير على أن القضاء على داعش يشكل أولوية للبلدين في غضون ذلك نقلت وكانت انترفاكس الروسية لأنباع النائب وزير الخارجية الروسي سيرجي رياباكوف قوله أن الولايات المتحدة تفهمت موقف موسكو بأنه ينبغي عدم مناقشة مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد في المفاوضات الجارية في جينيف ترجمة نانسي قنقر